فهو يشاهد رسول الله يسمع بدعوته يرى آياته ودلائله ومعجزاته يرى كل ذلك مع كل هذا يتأخر إسلامه هذا إلى ماذا يشير هذا إلى أن الرجل لما آمن متأخرا إنما كان متظاهرا بالإسلام والإيمان وإلا لو كان قد أسلم عن اقتناع وإيمان لكان يفترض أن يكون من المبادرين السباقين ولا يمكن الاعتذار عن أبي باكر بأنه مثلا وإن كان معاصرا لرسول الله إلا أنه كان في مثلا مدينة أخرى بحيث أنه لم يكن يتصل برسول الله يوميا لم يكن يشاهده لم يكن يقف عليه يوميا يحتك به يوميا لا الاحتكاك يوم بينهما مع ذلك أبو بكر كان ممتنعا عن الإسلام والإيمان هذا يشير بشكل صريح إلى أن الرجل حاله كحال عبد الله بن أبي بن سلول مثلا كبير منافقين المدينة فإن هذا الرجل لم يسلم إلا في آخر اللحظات قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة لما رأى هذا الرجل أنه فرصته لتولي زعامة يثرب زعامة الأنصار زعامة الأوسي والخزراج قد بات بالفشل خلص ليست له فرصة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد بويع من قبل المجتمع ليثربه وهم على وشك أن يستقبلوه بعدما يهاجر ليجعلوه حاكما عليهم فهذا الرجل لم يجد بدا غير أن يسلم وأن يدخل في هذا النظام الجديد في هذا النظام السياسي والاجتماعي الجديد لعله بهذه الطريقة يتمكن من أن يتسلق ويصل إلى منصب زعامة معينة أسموه في زمان رسول الله بعد رسول الله مثلا لعل رسول الله ينعم عليه بأن مثلا ينصبه حاكما أو ينصبه مثلا واليا أو يكلفه بوظيفة أو مهمة معينة فيها نوع من التشريف والتفخيم والتعظيم هكذا كان حال عبد الله بن أبي بن سلول ولكنه لما دخل الإسلام أي تظاهر بدخوله الإسلام ووجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعطيه شيئا من المكاسب الدنيوية ولا يتمكن أن يصل إلى الزعامة بهذه الطريقة فإنه بدأ يحيك المؤامرات وحاول اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وآذى رسول الله كرارا ومرارا هذا شيء معروف عند الخاصة والعامة عند المؤالف والمخالف نفس الشيء وقع بالنسبة إلى أبي بكر وهذا سنثبته بالتفصيل أن أبا بكر لم يدخل الإسلام طوعا لم يدخل الإسلام رغبة وإنما دخل الإسلام طامعا نفاقا ما دخل الإسلام عن اقتناع وإيمان وتصديق والدليل على هذا الدليل الذي يشير إلى ذلك في مقدمة الأمر أنه قد تأخر إسلامه هذا التأخر في إسلامه يبعث على هذا التساؤل أنه لماذا تأخر إسلامه إن كان موطنا نفسه على قبول الحق ويرى رسول الله يوميا لا شك إن وراء الأكمة ما وراءها هنا قد يتساءل شخصا أنه لماذا أسلم أبو بكر هذا تساؤل وجيه أنتم تقولون إنه أسلم طمعا كيف عرفتم ذلك نقول عرفنا ذلك من رواية يرويها إمامنا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يجيب فيها على تساؤل من أحد شيعته في ذلك الزمان في زمان الإمام العسكري صلوات الله عليه كان هناك رجل اسمه سعد بن عبد الله القمي الأشعري رضوان الله تعالى عليه أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام من قبيلة الأشعري الذين توطنوا أو سكنوا في قم المقدسة هذا الرجل نقل إلى الإمام صاحب العصر عليه الصلاة والسلام هذا التساؤل الذي هو بالأصل تساؤل إشكالي من أحد النواصب في قم آنذاك ذلك الناصبي قال له هذا الرجل قال له أخبرني عن إسلام أبي بكر وعمر أنتم تقولون أبو بكر وعمر كانا منافقين وحاولا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة العقبة أخبرني لما أسلما في مكة أكان إسلامهما عن رغبة أم رهبة تحير الرجل في الجواب يقول إذا قلت عن رهبة يعني كرهان كما هو الحال في مسلمة الفتح مثلا لما رسول الله فتح مكة أسلموا وجعلهم الطلقاء إسلاما ظاهريا إذا كان الأمر هكذا فميصير لا يصح هذا الجواب لأنه في ذلك الزمان في مكة لم يكن للإسلام تلك الصولة والجولة والقدرة حتى الآخرين يسلمون كرهان قهران كما حصل في فتح مكة لا بالعكس كان الإسلام مستضعفا آنذاك كان رسول الله صلى الله عليه وآله بلا قوة بلا سلطة بلا جيش بلا قدرة وإذا قلت عن رغبة فهذا هدم لما أعتقده فيهما أي معناه أنهما قد دخلا الإسلام طواعية ودخلا الإسلام عن اقتناع فما هو الجواب سافر الرجل من قم المقدسة إلى سر من رأى إلى سامراء المقدسة دخل على الإمام العسكري صلى الله عليه والإمام العسكري كان جالسا والإمام صاحب العصر عليه الصلاة والسلام كان جالسا على فخذه إذ كان الإمام آنذاك لا يتجاوز عمره الخمس سنوات فلما سأل الرجل الإمام العسكري عليه السلام أومأ إلى ابنه قال اسأل هذا إمامك إمامك من بعد اسأله فنقل الرجل للإمام عليه السلام هذا السؤال والإمام أجابه بهذا الجواب المروي في كتاب كمال الدين لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 463 ويرويه أيضا التبرسي صاحب الاحتجاج في الجزء الثاني الصفحة 275 قال الإمام عليه السلام لما لم تقل له بل أسلم طمعا ليش ما جاوبت ذاك الناصبي أنه قد أسلم هذان الرجلان طمعا كيف وذلك بأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمدا يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل اليهود كانوا يذكرون هذا ويعلمونه من واقع الأخبار التي رويت فيه أو جاءت فيه كتبهم المقدسة ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي هكذا كانوا يتناقلون اليهود أنه صحيح سيتسلط على العرب لكنه كاذب والعياذ بالله في دعواه أنه نبي فأتيا محمدا صلى الله عليه وآله أبو بكر وعمر بعدما سمعوا هذه الأخبار من اليهود والنصارى أتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله فلما آيسا من ذلك تلثما وصعداء العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا إلى آخر الرواية الشريفة التي تثبت أن أبا بكر وعمر إنما قد بايعا رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلا في دينه طمعا لا أكثر ولا أقل